بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي جماهير الأهل العظيمة جماهير أعظم نادي في الكون أهلا ومرحبا بكم في قناتكم وقناة النادي الأهلي وحلقة جديدة من الستوديو التحليلي والنهاردة حيكون لقاء مهم جدا 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 بين نادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لبطول الدوري أبطال أفريقيا باستاذ الأهلي ويا السلام في مباراة إن شاء الله حتشهد حضور عشرين ألف متفرج بين مشجيع النادي الأهلي بعد موافق الجهات الأمنية على حضورهم مباراة بعد يعني اشتقنا بقى اشتقنا إن احنا نشوف المدرجات مليانة في استاذ الأهلي والسلام نفسنا نشوف المدرجات مليانة في جميع عنديت الجمهورية بإذن الله رب العالمين إن مفيش زي ما احنا بنقول كده مفيش الملعب ما ينفعش تلعب ماتش من غير جمهور زي المسرح كده ما ينفعش مسرح من غير جمهور نفس الكلام على الملعب ما ينفعش كرة من غير جمهور نتمنى عودة الجماهير مرة أخرى بإذن الله رب العالمين قبل نروح ماتش النهاردة بالتأكيد كلنا كأهلوية بننتمي للنادينا العظيم من نادي الأهلي كبير أفريقيا وكبير مصر فخورين جدا 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 بما حققوا النادي الأهلي الفترة الماضية نادي الأهلي هو المنافس الدائم مش المنافس الدائم هو غالبا ما يكون البطل في الألقاب المحلية وكمان القرية هو صاحب الأرقام القياسية في قارة أفريقيا ده بالأرقام مش مغرد كلام مش مغرد كتابة ده بالأرقام واللي ظهر أخيرا في تصنيف الأندية اللي بيصدره الاتحاد الدولي للتاريخ والأحصاء عن الفترة اسمعوا معي من الفترة من كام لكام 1 إبريل عام 2021 حتى 31 مارس 2022 ده بيأكد كلامنا وبيزيد فخرنا بندينا العريق التصنيف قال إيه بقى؟ ركزوا شوي قال إن الأهلي في المركز الأول بيتصدر التصنيف بفارق كبير عن أقرب منافسية عربيا وإفريقيا عربيا وإفريقيا مين أقرب منافسية؟ تعال نشوف مين أقرب منافسية المركز الثاني الرجاء المغربي اللي حيلعب النادي الأهلي النهاردة يعني تقدر تقول على ماتش النهاردة مباراة الكبار أيوة مباراة الكبار الكبار المصنف الأول إفريقيا النادي الأهلي مش أنا اللي بقول حسب تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء وبين المصنف الثاني اللي هو الرجاء المغربي طيب تعالوا نبص لأول خمس مراكز بالأندالة الأفريقية حتلاقيهم النادي الأهلي بيتصدر بـ 213 نقطة المركز الثاني الرجاء المغربي برصيد 170 ونص نقطة وبعدين شباب فلوسداد الجزائري ثالث برصيد 159 ونص نقطة المركز الرابع الوداد المغربي 144 ونص نقطة الخامس بيراميدز برصيد 135 نقطة يعني أول خمس مراكز منها في رئيطين من مصر يعتبروا كبار الكرة المصرية بالأرقام مش أنا اللي بقول تحدي الدولي اللي بيقول النادي الأهلي في المركز الأول وبيراميدز في المركز الخامس تعالوا بقى على المستوى العالمي خلصنا من القارة الأفريقية خشنا على المستوى العالمي النادي الأهلي في المركز التسعتاشر النادي الأهلي في المركز التسعتاشر عالميا واللي بيليه من الأندية المصرية في المركز التسعة وتمانين نرجع تاني نادي الأهلي في المركز التسعة تاشر حضراتكم واللي بيليه من الأندية المصرية في المركز التسعة وتمانين بصوا الفارق وبصوا عظمة النادي الأهلي بالأرقام برضو أنا بتكلم بالأرقام مش جايب الكلام ده من البيت أو مش جايب الكلام ده من عندي دي آخر إحصائية للتحاد الدول خلاص اللي عايز أقوله إيه لحضراتكم وده على فكرة كلام مكرر بنقوله كل مرة كلام مكرر بنقول إن النادي الأهلي هو الكبير دائما النادي الأهلي صاحب البطولات صاحب الإنجازات النادي الأهلي أي واحد بينتمي ليه بيحس بأنه هو فخور وأنه هو حسس بالعظمة حسس بعظمة ناديه حسس بالإنجازات اللي بيعملها حسس بالأرقام التاريخية القياسية اللي ما بيش حد بيقدر يعملها غير النادي الأهلي مش أنا برضو اللي بقول كده دي إحصائية سنة فاتر والإحصائيات كل سنة بنفس الطريقة على فكرة الإحصائيات كل سنة بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شفتوا الأرقام بتقول إن الأهلي هو الكبير الأهلي هو البطن الأهلي هو نومبر وان طب مين رئيس النادي الأهلي في الفترة دي؟ والفترة السابقة الدورة اللي فاتر هو الكابتن محمود الخطيب ومجلسه إبقى تقدر تقول كده وإنت مغمد عينيك إن الكابتن محمود الخطيب أحسن رئيس نادي في مصر أيوة أحسن رئيس نادي ومجلس إدارة في مصر هو رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي ما احترامنا لكل مجالس الأندية